كان المنتخب الأوغاندي من الإطاحة بنظيره السينغالي صهرت أمس بهدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية الذي كان ملعب 19 ماي في عنابة مصرحا له وسط حضور جماهيري غفير رغم الأمطار الغزيرة هدف اللقاء الوحيد سجله اللاعب ميلتون كاريزا في الدقيقة 33 من الشوط الأول بعد الدقائق من إضاعة أسود تيرانغا ضربة جزاء نفذها سي دي بي نتيجة المباراة سمحت لأوغاندا باعتلاء سلم الترتيب برصيد أربع نقاط فيما تجمد رصيد وشبال تياو عند ثلاث نقاط في مركز الوصافة اليوم ومع نقص الفعالية التي عانينا منها الجانب البدني لا يغطي النتيجة لكن هنيئا لمنتخب أوغاندا لقد تمكنوا من صنع الفارق واستطاعوا أن يحقق الفوز سنواصل في طريقنا يبقى أمامنا مباراة الجولة الثالثة كل شيء ممكن للمنتخبات الأربع نحن سنركز على لقائنا أمام الكونغو الديمقراطية